السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريض الروماتويد والتهاب المفاصل لازم يختار أكله بعناية لأن بعض الأطعمة ممكن تزود الالتهابات عنده وتزود المشكلة وممكن كمان بتسبب زيادة في الوزن وزيادة في الحمل على المفاصل وبالتالي زيادة في الألم فاربعين ثانية هقولك على أهم سبع أطعمة ممنوعة على مريض الروماتويد أول حاجة اللحم المشوية والمقلية تاني حاجة أحماض أميجا 6 الدهنية لأنها بتحفز الالتهابات وتزود الوزن تالت حاجة الأطعمة الغنية بالسكر لأنها بتزود السيتوكينات اللي بتلعب دور مهم جدا في عملية الالتهابات رابع حاجة زيوت المهدرجة في الأطعمة المقلية في المطاعم والسمنة الصناعية خامس حاجة جلوتومات السوديوم الأحدية اللي بيضفوها علشان تحسن من نكة الطعام سادس حاجة منتجات الأمح الأبيض سابع حاجة الطماطم لأنها بترفع مستوى حمض اليوريك أسد في الدم دي أهم سبع أطعمة ممنوعة على مريض الروماتويد والتهاب المفاصل بكرة إن شاء الله هقولك على أهم الأطعمة المسموحة والمفيدة لمرض الروماتويد والتهاب المفاصل بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفاديك ولو عجبك وأفاديك شعاره لغييرك بتمنى لكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريقت رجاء استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته